الخوف والقلق هو ما يميز الامتحانات الرسمية خاصة ما يتعلق بشهادة الباكالوريا فالتلاميذ على أعصابهم قبل انطلاقها هالة واحدة ممن سيطر الخوف عليها وذرفت الدموع أيضا ما جعل عمال الأمانة يوجهونها إلى الأخصائية النفسية التوجيه والإرشاد من خلال التحدث للتخفيف من القلق هو ما تقوم به هذه الأخصائية النفسية في مراكز الامتحانات إضافة إلى تدخلات طبية أخرى من طرف مختصين إذا تطلب الأمر ذلك يكون في القسم ينتحط له لسيجي يبدأ يفانيكي يبدأ يتقلق يبدأ يتعرق يبدأ يرجف هذه كم الأعراض هي محفزة بدهور يقدر يظهر عندها كشغل إذا كان الطفل عنده مرض سكر أو كان عنده راشتيا يقدر يؤثر له يظهر فيزيولوجيا ما في هذه الحالة أنه يقوموا بيجيبهن العيادة في حالة دورتها الطبيبة هنا أنها تأليمني المشكل العضوي وبعد يبقى الدورتها كأخصائي نفسي نحاول مخفف له من حدة القلق هذا يحس بتعرق يحس بتوتر عدم التركيز يجيبوا للمراقبة واللي تحرص ما جيبوهن العيادة نشوفوا الحالة التاعو لكان حالة نفسانية نشوفوا طبيبة نفسانية ديلوا حالة استرخاء ولكان يحتاج هكذا حقا عنده أعراض أخرى ويحتاج حقا ولا يحتاج سيروم نديروله الله هنا هدف السحن الرئيسي نحن تلميذ ما يخرج من المؤسسة ويجوز الامتحان التاعوه يعقب الامتحان التاعوه والله يلبس للإكزاما في ظروف جيدة وملائمة تقديم الإسعافات الأولية مرافقة نفسية طيلة فترة الامتحانات عن طريق عيادات متواجدة بجميع مراكز إجراء امتحانات شهادة الباكالوريا الهدف منها عدم خروج التلاميذ من المراكز وإتمام امتحاناتهم بأريحية ترجمة نانسي قنقر